الآن نذهب إلى الجليل الأعلى ومن هناك نرحب بمرسلنا أحمد جرادات أهلا بك أحمد الحالة الأمنية في منطقة الشمال كيف تبدو في الساعات الأخيرة نعم هناك حجد عسكري إسرائيلي في هذه المنطقة منذ اليوم الأول للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة فقدم الدفع بالمزيد من قوات الاحتياط منذ فجر الأحد إلى هذه المناطق المحاذية للحدود مع لبنان وأيضا الحدود مع سوريا وهناك حالة التأهب تنعكس أيضا على الانظارات الخاطئة التي يتم تشخيصها بين الحين والآخر من قبل الجبهة الداخلية الإسرائيلية والاعتقاد بوجود طائرات مسيرة تسللت من جنوب لبنان ولكن حتى هذه اللحظة لم تتسلل أي طائرة ولم تحاول أي طائرة مسيرة التجاوز هذه الحدود منذ أن بدأت الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة أي منذ فجر السبت لذلك نتحدث عن حالة من التأهب وحالة من إطلاق من الخوف بين الإسرائيليين في هذه المناطق حتى تم الدفع بعدد من الكيبوتسات والبلدات القريبة من الحدود بمغادرة منازلهم طوعية دون أن تطلب منهم الجبهة الداخلية الإسرائيلية فعل ذلك عدا فقط عن منطقة واحدة التي طلب منهم صراحة مغادرة تلك المنطقة وهي منطقة الامطلة الواقعة والمحاذية للحدود مع لبنان والمكشوفة من مناطق عديدة من جنوب لبنان لذلك من ناحية أخرى التحركات السياسية والتحركات العسكرية أيضا تنعكس بظلالها على هذه الحدود بمعنى أنه ينظر إلى زيارة الويد أوستن أنها ليست فقط لدعم إسرائيل في الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة بل أيضا لردع حزب الله وردع إيران وردع أي جهة تحاول الدخول في هذه المعركة وهذا التصريح سمعناه أكثر من مرة في الأيام الماضية من الرئيس الأمريكي جو بايدن أو وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين الذي زار إسرائيل بالأمس وعبر عن الدعم غير المسبوق لإسرائيل وتحدث عن هذه النقطة صراحة وينظر إلى زيارة أوستن في هذا التوقيت أيضا بعد يوم واحد من زيارة وزير الخارجية والاجتماع بالمسؤولين الإسرائيليين في وزارة الأمن الإسرائيلية ينظر إلى أن التنصيق بالفعل هو عالي المستوى بين الجانبين بدءا من الدفع بحامل الطائرات إلى البحر المتوسط الحديث عن دسر جوي لنقل الأسلحة وصول شحنة أسلحة قبل أيام إلى إسرائيل والتزويد والولايات المتحدة الأمريكية مخازن القبة الحديدية بمزيد من الصواريخ بمعنى أنه في هذه المرحلة يتم تزويد إسرائيل ليس فقط بأسلحة دفاعية مثل القبة الحديدية أو صواريخ البترة ولكن أيضا يتم تزويد إسرائيل بالصواريخ الهجومية وعلى ما يبدو أن هناك أيضا عدد من الطائرات في طريقها إلى هنا في محاولة لإحداث ردع على الجبهة الشمالية تزولنا في الأيام الماضية من أقصى العدود من أقصى شرقها حتى أقصى غربها أي من رأس النقورة شرقا باتجاه البحر المتوسط وحتى النقطة التي تفصل ما بين مزارع شبعة المحتلة هضبط الجلان السوري المحتل وإصبع الجليل حواجز عسكرية عديدة يحيى على طول هذه الطرقات وهناك انتشار أمني إسرائيلي مكثف يمنع تصوير الحشود العسكرية الإسرائيلية في هذه المنطقة يمنع توجيه الكاميرا باتجاه الحدود مع لبنان هناك تقييدات كثيرة وهناك نشر لعشرات الحواجز العسكرية وأيضا الخشية من ما قد يحدث في لبنان من استخدام صواريخ الكورنت مرة أخرى وهي روسية الصنع والتي تحقق إصابات مباشرة في صفوف الإسرائيليين وفي صفوف الأليات العسكرية الإسرائيلية من استخدامها مرة أخرى فيها